السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله حديث للنبي عليه الصلاة والسلام له عدة روايات صحيحة وثابتة عن النبي أن الأرض ستملأ ظلما وجورا بالفعل اليوم نحن نعيش في ظلمات الظلم انظر معي إلى وضع العالم اليوم المجاعات، الحروب، القتل، الفتن كل هذه العلامات هي من علامات الساعة التي أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الكذب أليس من الظلم؟ التضليل الإعلام الذي نعيشه اليوم أليس من الظلم؟ المجاعات التي نراها، الحروب التي تحدث الناس التي تشرد كما يحدث في فلسطين وفي مناطق أخرى ما ذنب هؤلاء الناس؟ أليس هذا ظلما وجورا؟ الحقيقة أيها الأحبة بناء على هذا الحديث النبوي الشريف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واسمه يواطئ اسم النبي وأيضا خلقه هو يشبه النبي عليه الصلاة والسلام في خلقه قال سيملأ الأرض قسطا وعدلا سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا هذه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام والأمل هنا ضروري أيها الأحبة قد يقول البعض هذه أحاديث غير صحيحة تدعو للتقاعس لا القرآن بشر بشر النبي عليه الصلاة والسلام بالنصر بشره بدخول البيت الحرم بالعكس هذه المبشرات ضرورية جدا لاستمرار حياة الإنسان يا أخي حتى الطبيب عندما تذهب إليه عندما يبشرك بالشفاء تقريبا 90% تشفاء فقط ببشارته وبالتالي نحن بحاجة لهذه الأحاديث التي تبشر بوجود أمل لأن الإنسان إذا عاش من دون أمل كارثة والله أيها الأحبة الإنسان إذا كانت نظرته مظلمة يعني حتى علماء النفس والأطباء اليوم يقولون نظرتك للحياة تؤثر على النظام المناعي في جسدك هذا الكلام جامعة هارفرد هي التي تقوله على فكرة الجامعة المصنفة رقم واحد عالميا تقول كلما نظرت بتفاؤل وإيجابية وأن مشكلتك ستحل أن هناك خيرا سيأتي أن هناك نصرا سيأتي هذه الصورة الإيجابية تؤثر على أعضاء جسدك تؤثر على النظام المناعي ترفع النظام المناعي تؤثر على ما يسمى هرمون الكورتزول هرمون الإجهاد يقل إفراز هذا الهرمون فينشط الجسم ويصبح أكثر قدرة على مواجهة الأمراض فيعيش عمر أطول أيضا لذلك قالوا أيضا في الدراسة التي نشرت على موقع جامعة هارفرد المتفائلون أطول الناس عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن وكان يقول بشروا ولا تنفروا وكان يحب التفاؤل يحب المبشرات لذلك حديث المهدي هذا من المبشرات أيها الأحبة لأننا اليوم في حالة فعلا كئيبة يكاد أحدنا لا يجد ولو بصيص أمل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأرض ستملأ ظلما وجورا جورا يعني اعتداءات عن الناس جورا يعني أكل أموال الناس بالباطل جورا يعني ظلم الناس يعني مثلا في دولة مثل مثلا كندا أو السويد أو فرنسا أنت لا يحق لك أن تتدخل في تربية ابنك إذا أراد أن يذهب باتجاه الفاحشة والشذوذ تعاقب قانونيا وتسجن إذا تدخلت في خياراته الشخصية أليس هذا من الجور العظيم من الظلم الشديد وهذه دول متقدمة نحن نتحدث عن دول متقدمة أيها الأحبة اليوم عندما تجد الإعلام العالمي كله يضخ معلومات تخوف الناس وتبعد الناس عن الله وتنشر الإلحاد وتنشر الشذوذ أليس هذا الظلم للأطفال والنساء والناس الذين لا يعلمون ما يفعلون وبالتالي النبي أخبرنا عن وضع مأساوي تعيشه الأرض وهي أن تمتلئ ظلما وجورا ضمن هذا الوضع الكئيب التعيس المظلم هناك نافذة أمل هي المهدي هناك نور هناك أمل قادم اسمه محمد بن عبد الله المهدي اسمه يواطئ اسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشبه شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من ذرية النبي من أهل بيته وهذا الرجل سيملأ الأرض عدلا قسطا وعدلا طيب علميا كيف يمكن أن نتصور هذا الأمر يعني اليوم أمريكا تسيطر على الإنترنت على علوم الفضاء تسيطر على السلاح النووي تسيطر على تكنولوجيا المعلومات كيف سيأتي هذا الرجل انظر أخي الحبيب الأنبياء كانوا يبعثون بالمعجزات والمهدي ليس نبيا لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم النبي هو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده ولكن هو عبد صالح من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم الله سيؤيد هذا العبد بالمعجزات والمعجزات حسب يعني اعتقادي ستكون معجزات علمية معلومات سيمتلك مفاتيح المعلومات يعني اليوم الدول العظمى سنأخذ جانب قليل فقط الاقتصاد العالم اليوم هل تعلمون كيف يعمل؟ كله يعمل على شفرات رقمية أنت اليوم تستطيع أن تدخل لأي بنك من بنوك العالم بمعرفة كلمات السر وتسحب وتأخذ وتحول وتفعل ما تشاء يعني لست بحاجة لأن تمتلك مفاتيح مادية وتدخل وتفتح الباب لا أصبحت كلها معلومات رقمية فاليوم أيها الأحبة الرجل الأقوى هو الذي يمتلك معلومات أكثر نحن الآن عصر المعلومات والله عز وجل هو العليم هو الذي يعلم كل شيء فإذا أمد عبدا من عباده بمعلومات يستطيع أن يسيطر بها على الأرض وينشر الخير والعدل فهذا الأمر ليس مستبعدا القضية لا تحتاج إلى حروب وجيوش لا لا هي قضية معلومات فقط خذ مثال سيدنا الخضر عليه السلام الله أعطاه من لدنه علما علمه من لدنه علما علم لدني كان يعلم الغيب يعلم المستقبل بإذن الله طبعا وهذا العلم أعلى بكثير من علوم أمريكا اليوم اليوم أمريكا علومها محدودة جدا لا تستطيع أن تعلم المستقبل لا يوجد لدينا اليوم برنامج ذكاء الصناعي مثلا يستطيع أن يتنبأ بما سيفعله إنسان بعد دقيقة لا يستطيع السيدنا الخضر كان يعلم أن هذه السفينة هناك ملك سيأخذها وكذا وسيغتصبها فخرقها لينقذ هذه السفينة لأنها كانت لهؤلاء المساكين وعلم أنها لمساكين وأنهم على حق أعلم أن هذا الغلام سيكبر ويطغى ويطغي أبويه كل هذه معلومات علمها وبالتالي العلم فسيدنا المهدي عليه السلام سيأتي بالعلم هذا أنا اعتقادي أو ظني لأن عصرنا هو عصر العلم وهذه البشرة أخي الحبيب تجعلك أكثر تفاؤلا كما قلنا تجعلنا يعني نعتقد أن هناك أملا لأن الإنسان بالنتيجة يعيش بالأمل فإياك أن تكذب هذه الأحاديث أو تقول غير صحيحة أو هي خزع بلد نحن لم نرها بعد يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في عام كذا سيظهر كذا وجاء هذا العام ولم يتحقق نقول هذا حديث كذب كما حدث في بعض الناس قالوا إسرائيل ستزول عام 2022 مثلا وجاء 2022 و23 وزادت طغيانا في الـ 24 فتبين أن من ظن ذلك كان مخطئا أما عندما يخبرنا النبي بخروج شخص من أهل بيته يملأ الأرض قسطا وعدلا فهذه بشارة نبوية لم يحدد لنا متى ولم يحدد ولكن ربطها بعلامات أخرى نحن نراها الآن يعني النبي عليه الصلاة والسلام ربط الساعة بكثرة الكذب بكثرة الفتن بكثرة الهرج وهو القتل ربطه بظاهرة أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء انظر إلى الشذوذ الجنسي نسبة عالية جدا ربطه قال ويكثر أولاد الزنا من علامات الساعة نسبة أولاد الزنا في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم وأنا أحدثكم 42% يعني بمعدل كل عشرة أولاد هناك أربعة منهم جاءوا نتيجة علاقة غير شرعية تخيل ما يا أخي الحبيب هذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فكل هذه العلامات عندما نراها ونرى بالفعل أن الأرض تملأ الآن ظلما وجورا وسيكثر هذا أيضا حتى يأتي المهدي لينشر العدل وينشر القسط يملأ الأرض قسطا وعدلا أنا كمؤمن أعتقد أن المهدي سيظهر ولكن بالتوقيت الذي يحدده الله سبحانه وتعالى طيب ماذا أفعل؟ أولا هذا الحديث يعطيني شيء من التفاؤل وهذا الحديث أيضا فيه إشارة إلى ضرورة الصبر أن الظلم سيكثر يعني اصبروا فلا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم إذن هناك المنحن البياني نازل فهذا يجعلني أكثر صبرا وتحملا وبنفس الوقت أنا متفائل هذا هو حال المؤمن أيها الأحبة الصبر والشكر أتفائل برحمة الله وأشكر الله على هذه الرحمة وعلى نعمة أن هناك رجل سينشر العدل وسيظهر وأصبر على الأذى والظلم الذي أراه أمامي لذلك أيها الأحبة قضية المهدي ينبغي أن تكون قضية تدعونا للتفاؤل إن شاء الله وتدعونا للصبر أكثر والتمسك بهذا الدين أكثر وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذه الدنيا حتى نلقى الله وهو راضي عنه نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته